رسالة طويلة بداية القصيدة كفر رسالة من ملحد يقول أنتم الأمل الأخير قبل الانتحار طيب أنا فتحت الرسالة الآن ربما هذا الأخ انتحر من مدة أنا فتحت الرسالة الآن فتأخرنا ربما الأخ الآن ينكح حسب الاعتقاد ربما الآن ينكح الحور العين ربما صدق ثمرة قبل الممات أو ربما ينكح فهي حسب الرواية حسب القراءة حسب قراءة ورش عن نافع أو حفص عن عاصم فإما ينكح أو ينكح يقول الأخ أنتم الأمل الأخير قبل الانتحار أرجو أن أجد حلا لمشكلتي أولا أعاني من مشكلة الخجل ولكن ليس الخجل المعروف فهو خجل يشمل الخوف مع حمرار الوجه حيث إني إذا تعرضت لموقف ما يصبح وجهي أحمر وتزداد ضربات قلبي وكأنه سينفجر وأتمنى وقتها أن تبتلعني الأرض في تلك اللحظة كم من مرة وقعت في مشكلة ولم أكن الفاعل ولكن حمرار الوجه يجعلني أبدو كالفاعل الأمر الذي دفعني للانعزال عن العالم الخارجي فكنت وقت الدراسة مثلا أجلس في المقعد الأخير وحدي ويظنني أصدقائي غريب الأطوار وهناك فتيات تتعمد الضحك معي رغبة منهن في جعل وجهي يحمر فيهزأن بي أظن مسألة تحمرار الوجه عند الحديث مع الفتيات أظن أن هذا الأمر عام أصبحت أخاف الالتقاء بالناس لقاء الناس وأحسب لهم هو كتب التقاء فأصبحت أخاف أظن يقصد لقاء الناس وأحسب لهم ألف حساب طيب ثانيا أصبحت أخاف الشجارة مع الشباب وهذا يؤدي إلى أن أسامح أو أسمح في حقي خوفا من الشجارة مع أحد أصبحت أمشي في الطريق وألتفت ورائي إذا رأيت شخصا خلفي فأتخيل أنه سيطعنني بسكين إلى آخر هذه التخيلات فكرت في التوجه نحو المخدرات سبحان الله فقد سمعت أنها تخلص من الخجل والخوف وبالفعل اتجهت إلى تعاطي المخدرات وأخطرها على الإطلاق في بلدنا والمسمى بالمعجون لكنني تركته فكرت في الانتحار بالغاز لكنني فشلت وخفت ثالثا أنا ملحد والسبب أنني كنت أدخل منتديا طيب نجيب على كل واحدة على حدة لأن الرسالة طويلة أولا مشكلة الخجل مشكلة الخجل أظن أنها مشكلة عند الكثيرين لكن إن كانت ستعرضك للانتحار أو أنت الآن تفكر في الانتحار خاصة أنك قلت أنك تخاف لقاء الناس أو تظن أن شخص ورائك يمشي ورائك يريد أن يطعنك بسكين فهذه برانويا أظن أن هذا مرض مرض يجب أن تعالج من هذا المرض لأن المسألة خطيرة الآن فأنت لن تفيدك نصيحة من نصائحي أو نصيحة الإخوة هنا والأصدقاء أظن أن الشخص الأفضل للمساعدة هو طبيب لأن مسألة مسألة فيها التفكير في الانتحار وأظن أنك لو تذهب لطبيب ربما هذا الأمر يكون أحسن لكن سأقرأ ربما إن كان هناك شيء أستطيع أن أساعدك فيه ولو بكلمة أو كلمتين فسأفعل ذلك تقول أنك ملحد وقرأت عن الأديان دخلت منتديات الإلحاد وأقرأ عن الأديان وكانت عقيدتي قوية وكنت أصلي في هذا الوقت وتركت الدخول إلى هذه المنتديات وعزمت على أن لا أدخل إليها وفعلا لم أدخل إليها مرة أخرى بعد حادثة مؤلمة لأخي وقد كنت في حالة صعبة بحثت في الحاسبي على الإلحاد وجلست أقرأ مواضيع تشكك في الدين ازداد الأمر وأدمنت المواقع والمنتديات التي تتكلم عن الإلحاد بدأت عقيدتي تتزعزع شيئا فشيئا حتى أصبحت ملحدا بالفعل تركت الدين ولم أعد أؤمن بوجود الله بوجود الله استمرت حياتي وكأن شيئا لم يتغير فقد كنت حزينا كئيبا ملعونا وحيدا خجولا خوافا مريضا نفسيا كنت ألعن اليوم الذي ولدت فيه وأتساءل لماذا ولدت غير أن شيئا واحدا قد تغير وهو أني أصبحت وحيدا وسط مشاكلي فلا وجود لله في نظري أصبحت في حاجة ماسة للإله بدأت أبحث في الأديان الإسلام المسيحي اليهودية لكنني أيقنت أن الأديان ما هي إلا من صنع البشر وكلما حاولت الإنصات أو قراءة القرآن وجدته مليئا بالتناقضات أصبحت أتمنى أن أعود لأي دين حتى لو كان خطأا لكن الأمر مستحيل أصبحت الدنيا سوداء في عيني أريد الموت ليس لي هدف في الحياة ما الهدف من حياتي في يوم ما سأموت وأصبح جثة هامدة يأكلها الدود أنتم المحاولة الأخيرة والأمل الأخير قبل أن أنتحر وأتخلص من حياتي وشكرا لكم عزيزي لا أظن أن أنا أو أي شخص يسمع الآن لا أظن أننا المحاولة الأخيرة ولا يجب أن نكون نحن المحاولة الأخيرة لأن هناك أطباء متخصصون في هذه الأمور مسائل الاكتئاب مسائل بارانويا فالأولى أن تذهب لطبيب وهو سيساعدك بالتأكيد لا أظن أن أظن أنك وصلت لمرحلة خطيرة فهذا الاكتئاب الحاد وهذه المسائل لا أظن أن أي شيء ممكن أن أقوله لك الآن سيفيدك أكثر من الإفادة التي ستحصل عليها من طبيب نفس أظن أن عنده الأدوات الجيدة ليساعدك في هذا الأمر في مسألة فقط نصيحة على الطائر كما يقولون فأظن أن الأفضل هو أن تحاول أن تجد جماعة أن تجد نشاط تفعله في مجموعة لا يكون هذا النشاط هو نشاط فرضي أن تبقى طيلة اليوم مثلا في قبو المنزل تفعل أشياء فرضية يجب أن تكون نشاطات جماعية أن تحاول أن تجد كميونيتي كما يقال بالإنجليزية تجد جماعة سواء تكون نشاطات رياضية نشاطات ثقافية أي نشاط يكون في الجماعة يكون أفضل لأن العزلة لن تفيدك في شيء طبعا عندك مشكلة الخجل أيضا فنصيحتي لك أخي هي البحث عن مساعدة الطبيب أظن أن هذا الأمر أفضل فأتمنى لك حظ سعيد في حياتك عزيزي وهذا الأمر مؤلم فعلا سماعه وأتمنى لك كل خير أخي شام كين واحد رجاء يا إخوة خاصة المغاربة الملاعين أظن أن هذا البريد الإلكتروني هو للغة العربية فقط فمن عنده سؤال أو أي شيء بالدارجة يرسله إلى البريد الآخر لأنكم ترسلون الآن رسائل بالدارجة لكن لا أستطيع الإجابة عليها أو التعقيب عليها فرجاء رجاء أن إرسال الرسائل إلى البريد الآخر روكن نقطة الكافر آد جيميل دوت كوم هذا للرسائل بلغات أخرى خاصة العربية هو يسأل يقول أن هناك مصري يريد مناظرة مناظرة شخص جد متمكن أظن هذا الشخص الذي يتكلم عنه الأخ أظن أنه تكلم أو عقب في منشور من من المنشورات التي نشرت على الفيسبوك لا ليس طلعت ليس هايثم طلعت يقول أن نسيت اسمه فعلا نسيت اسم هذا المصري لكن هو مسلم كما يقال هو مسلم يقول أنه لا يكترت للمراجع الإسلامية المعتمدة وبدأ أول تعليق له بدأ بالاحتقار رغم أنني لم أكلمه بكلمة واحدة يعني أول خطاب لك يقول يحتقر و يعني يتهجم على الشخص قبل أن نتكلم أصلا فأظن أن مثل هؤلاء يعني الأشخاص لا يستحقون حتى الانتباه لهم فهذا ما عندي إذا كان هذا الشخص هو الذي سقصد أصلاحي 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 ترجمة نانسي قنقر